بعد أن كانت تجرى خارج البلاد وبتكاليف باهظة باتت عمليات اختيار جنس الجنين تجرى بكثرة في مراكز صحية عدة منتشرة في كثة أنحاء البلاد الطبيبة إسراء النحاس تقول إن الإقبال على هذه العمليات زاد بشكل لافت لا سيما بعد دخول التقنيات الحديثة التي تجعل منها آمنة ومضمونة وقليلة التكاليف إقبال شديد يعني خلي نقول فيها التقنية بتحديد جنس المولود وهي آمنة طبعا آمنة بس هسا احنا موفرناها هنا في بلدنا مقام المرض يتعنى ويطلع للخارج بالعكس كالتكاليف هي نفس التكاليف وأقل من هنا توفر لها تكاليف الإقامة والسفر ومع هذا احنا التقنيات الموجودة عندنا هي أحرة التقنيات المراكز الطبية تبدو مقتضة طوال اليوم بالمراجعين لإجراء هذه العمليات لكن في الشارع تتباين آراء المواطنين حول شيوع هذه العمليات بين رافض لها ويعدها تغييرا للطبيعة الإنسانية وبين من يراها مفيدة وإنها نتاج لتطور العلم وتقنياته يعني ثوون أطفال للعنابيب يعني جيد يعني العالم يعني أكوش ناس ما يصر عندها لهم من الرجال لهم من المرأة أتروح السوء ما بيأشي تغيير النسل أو تحديد النسل وهذا أنا لا أراه من الصواب وأرى أن يترك الأمر للطبيعة ولله سبحانه وتعالى ويرجع باحثون اجتماعيون البحث الدائم عن تحديد جنس الجنين في المجتمع إلى الثقافة الذكورية السائدة رغم إشادتهم بتطور إجراء تلك العمليات والحاجة الطبية لها من قبل الأشخاص الذين يعانون من عدم القدرة على الإنجاب أو تنوع الأطفال في العائلة نحن اليوم نعيش للأسف في مجتمع ذكوري يعني السلطة اليوم بيد الرجل المرأة هي يعني مسيرة لا مخيرة لشي أكيد يعني زوجها فرض عليها أو عائلتها بين تروح تحدد نوع الجنس وشي أكيد نوع الجنس ذكر ويكشف المركز العراقي الاقتصادي أن العراقيين أنفقوا أكثر من 700 مليون دولار خلال السنوات الثلاث السابقة على العلاج وإجراء العمليات المختلفة في الهند وحدها فيما كشفت تقارير صحية سابقة أن العراقيين ينفقون 6 ملايين دولار شهريا للعلاج خارج العراق نجحت الكوادر الطبية في إيقاف سفر العراقيين لإجراء عمليات اختيار نوع جنس الجنين خارج العراق لكن الجدل بشأن تلك العمليات والنظرة الذكورية خلف إجراء الكثير منها لم يزل محط خلاف بين تطور العلم وتسيد الذكورية المجتمعية أسعد زلزلي الحرة بغداد ترجمة نانسي قنقر